الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن التأثر الحالي لقطاع الطاقة عالمية رسخ رؤية الاستراتيجية الثاقبة بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط منذ سنوات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزري لمنتدى غاز شرق المتوسط وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لجهود المشاركين في دفع أنشطة المنتدى خلال سنوات الثلاث الماضية الأمر الذي رسخ أهمية الدور المنتدى للتعاون في مجال الطاقة إقليميا ودوليا كما أكد الرئيس السيسي قدرة المنتدى على القيام بدور محوري خلال المرحلة القادمة لحل أزمة الطاقة العالمية بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للمنطقة والتي سوف تعود بالنفع على شعوبها وأضاف المتحدث الرسمي أن رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المنتدى أكدوا من جانبهم الأهمية الاستراتيجية للمبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط مشيدين بجهود مصر الفعالة بقيادة رئيس السيسي لإقامة حوار إقليمي منظم حول الغاز الطبعي يدعم مساعي دول شرق المتوسط لصياغة سياسات يتم التركيز من خلالها على التعاون في مجال الطاقة أعرب الرئيس السيسي عن سعادته باللقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلين في إطار التعاون المثمر والحوار المتبدل بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات وعبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أكد رئيس السيسي عمق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تتجه إلى مزيد من التعاون والشراكة في مختلف القضايا وأهمها الأمن الغذائي والطاقة والمناخ هذا إلى جنب الجهود التنسقية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية طلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وصرح متحدث الرئاسة بأن الاتصال تناول بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين وذلك في إطار العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة بين البلدين وأواصر المودة والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين كما تم تبادل وجهة النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث تم التوافق على استمرار دفع وتعزيز أليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا ولمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح وذلك للاطمئنان على صحته متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية ومن جانبه عبر سمو الشيخ مشعل الصباح عن خالص امتنانه لرئيس السيسي على هذه اللفتة الأخوية الكريمة أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن قوات التحالف نجحت في اعتقال قائد كبير في تنظيم زعش الإرهابي خلال عملية في سوريا وذكرت وكالة رويترز أن التحالف الدولي نفذ في الساعات الأولى من صباح اليوم عملية انزال بطائرة هليكافتر في منطقة بشمال سوريا خاضع لقوات المعارضة وقامت بعملية اعتقال المسؤول الإرهابي في أول عملية من هذا النوع في المنطقة وأوضح التحالف أن الشخص المعتقل هو صانع قنابل محترف ويعد أحد كبار قادة تنظيم الإرهابي في سوريا مشيرا إلى أن العملية لم تسفر عن إصابة مدنيين أو تضرر طائرات أعلنت كوريا الشمالية عن تفشي وباء نمعوي غير محدد مما قد يزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية الذي يعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كيم جونغ أون أرسل أدوية إلى مدينة هاجو الساحلية في غرب البلاد لمساعدة المرضى الذين يعانون من الوباء المعوي الحاد بأسرع ما يمكن وشدد كيم على ضرورة احتواء الوباء في أقرب وقت ممكن من خلال اتخاذ إجراءات دقيقة لحجر الحالات المشتبه فيها للحد من انتشاره وتأكيد الحالات من خلال الفحص الوبائي والاختبارات العلمية أما رياضيا فحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على إيسترن كامبني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أستاذ الأهلي وي السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبدالآدر ووليد سليمان بينما سجل فراس عيفية هدف إيسترن كامبني الوحيد بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى أربعين نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد إيسترن كامبني عند ثلاث عشرة نقطة في المركز الثامن عشر والأخير بجدول الدوري نهاية موجزة ثامنة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل